أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التقرير الأول لمتابعة الانتخابات الرئاسية مؤكدة أن عملية متابعة الانتخابات الرئاسية مستمرة وفي بيان لها أوضحت المنظمة أن متابعتها لمجريات العملية الانتخابية تستمر من خلال عينة عشوائية تشمل خمسة أقليم على مستوى الجمهورية تضم خمس عشرة محافظة من خلال خمس فرق ويتكون فريق المتابعين دوليين من 38 متابعا دوليا يحملون جنسيات 18 دولة عربية وأوروبية من أعضاء مجلس أمناء المنظمة وقيادات المنظمات وخبراء استشاريين وتتابع المنظمة انتخابات 2024 في مصر وفق تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات رقم واحد لعام 2023 ظن المنظمات الدولية المصرح لها بمتابعة الانتخابات في مصر ترجمة نانسي قنقر